موسيقى مرحبا بحضراتكم من جديد في رأي عام وإلى فقرتنا الأسبوعية الشيزلونج مع الدكتور محمد طهام صحيح فيه فقرات كتير وبرامج كتير بتتكلم عن مسألة تنظيم الأكل وتقديم الحبية الغذائية أو بتكلم عن الأسليب اللي ممكن تنزل الوزن اللي هو بقى عند يعني قسم كبير من الناس بقى أو من السيدات حتى خلينا نقول بصراحة بقى نوع من الهوس بين كل يعني هذه الشرائع اللي احنا بنتكلم عنها لكن قليل قوي اللي بيلتفت لمسألة ربط الأكل بالحالة النفسية هل هناك علاقة بين الأكل وبين المزاج النفسي إيه اللي يخلي واحد مكتئب يبقى شرح في الأكل إيه اللي يخلي واحد مكتئب ما يقدرش يأكل إيه السبب في الحالتين أو في حالات أخرى يمكن هنتكلم عنها أسئلة كتيرا النهاردة هنقشها في الشيزلونج مع الدكتور محمد طهام مرحب بحضرتك يا دكتور محمد أهلا بحضرتك يا دكتور عامل وبين المشاهدين نسأل طيب قبل ما نبدأ النقاش خلينا مع بعض كده ومع السادة المشاهدين نشوف هذا التقرير عن الأكل والحب والنفسية مشهد الأكل في مصر مليام بالتفاصيل التفاصيل اللي كلها جمال ودلع وتاخد حضرتك قرار أنك تنظم أكلك تلاقي نفسك محاصر بشوية مشاهد كل واحد فيهم يخلي لحظة بدايتك مع الضايت هي نفسها لحظة النهائة وفي تلك الظروف العصيبة قررت أني مش أخص من رحة الرياش والكفتة بعدما كانوا معجونين في التدبيلة وهم بينادولك بصوت أنت وحدك اللي تسمعه من على الشوايا لسيخ الشاورما اللي ملفوف لفت وقفك قدامه متحير مش كل الناس بتحب الفرائح عقول لك مول نتبع دي كروني بل أعمل لنا تغنى مرأة أنا وكيش أنا نفسي من زماني قوي في كيش الله بقى على بقية أتبامي على بقية تديك الروني سيبك من الموضة وهوس نحافة الجسم طب ما زمان كان العرب بيتغنوا في المرأة البديلة إيه اللي تغير دلوقتي شفت مفردات عمنا عفتاح الأسري هو بيغازل الست يا صفايح الزبدة السالحة يا براميد القشفة المائحة يا حيلي يا لور مفردات جاية من الشرخ الجواني مفردات تطمنك وتخليك مكمل في طريق فمهمتك مهمتك اللي بتقولك استمتع بالأكل واستمتع أكتر بلحظة الشبه اللحظة اللي بتحس ساعاتها انك ملكت الدنيا بحزافرها الأكل ده نعمة من نعمة ربرة لذة من لذائد الحياة الكبرى أنا مش عارف الحقيقة دي كانت غايبة عني ازاي ادخل مع الأكل في قصة حب غنيله هيحلوف عنيه خلي بينك وبينه ذكريات وحاجات حلوة ما تحرمش نفسك من حاجة ادخل واطلب بقلب جامل هتلينا خمسة فاتكة وارع وجنبيهم بقى شوية الحاجات بتاعتهم دول سلطات لا سلطات دي دول مش بتوعي سلطات هتلينا خمسة بومبار وخمسة لحمة راس وشوية تحبيش بقى بتاعتهم كباب خمسة كيلو كباب خمسة كيلو كفتة راش خمسة كيلو راش ضاني كويس في موز كويس كويس هتلينا بقى خمس موز بتلو بتلو خمس موز بتلو دايما بناخد الكلام الشائع عن تنظيم الاكل وضرورة الحمية الغذائية وخلافه لكن دايما بننسى كلام الكبار انا عن نفسي مش قادر انسى مقولة خالد الزكر المؤلف الايرلاندي الشهير برنادشو اللي قال ليس هناك حب اصدق من حب الطعام هو لسه متأكد ان ممكن الاكل ينسيك اي حاجة يا مهر ابوك ايه سويد انت وات سهتني موكالك المتوفي انا قولنا ابي هم عني مينة هاتبعه بالسم ما دوتو همال ايه الدم اللي على بوقت ده مننبه 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 يعني ايه هقوم من نوم دعان ويقولولي ما تاكلش بالليل يعني ايه كل حاجة نفسي بتروح لها يقولولي مضرب الصحة وليه اعدي على منظر المطاعم المترصصة في شوارع مصر واحرم نفسي من متعة الاكل فيها عشان اروح اتعش زبادي دي انصبت اي دي ليه عاوز تنزل كرشك مدايقك في ايه هانت عليك عشرته كان ملازمك كل ثانية كان تملي قصاد عينيك كان على حجرك بيركن قرب حضنك بين ايديك من زمان ساند عليه والنهاردة هان عليك ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه فتح نفس كل حد على الأكل بشكل يعني طيب دكتور يمكن سؤالنا الافتتاحي ايه علاقة الأكل بالحالة النفسية هي الحقيقة علاقة الأكل بالحالة النفسية علاقة يعني معقدة ومركبة الناس زمان كانت بتأكل علشان تصيرفايف علشان يعيشوا علشان يقدروا يكملوا في الحياة دلوقتي بقى فيه مفاهيم تانية ومعانية تانية للأكل الناس بتأكل علشان تتضسط بتأكل علشان تجتمع وتتلمي يقولك الأكل يحب اللم الناس فيه غداء عمل وعشاء عمل وكذا الناس بتأكل علشان تحب زي ما كان بيقول التقرير يعني حد يازم حبيبته أو خطبته أو مراته أحيانا على الأكل حبيبته أو خطبته أوكي مراته أحيانا على الأكل علشان يعني بقى فيه مشاعر لطيفة وحاجة فالأكل بقى ليه معاني وبقى ليه وظايف أخرى نفسية دلوقتي بعد ما كان ليه وظايف فقط لمجرد أن احنا نعيش الأكل بيؤثر على الحالة النفسية والحالة النفسية بتؤثر على الأكل يعني العلاقة رايح جاي يعني اللي عنده مثلا اكتئاب أو توتر ممكن نفسه أو شاهدته تتسد عن الأكل مايبقاش ليه نفس الأكل مايكلش ويخسه ووزنه وقل وكذا أحيانا اللي عنده اكتئاب بيحصل مع العكس إنه نفسه تتفتح زيادة على الأكل يأكل كتير يعني وكأنه شكل من أشكال أذى النفس بشكل ما يعني ده تأثير الحالة النفسية على الأكل الأكل نفسه ممكن يأثر على الحالة النفسية يعني كل الناس اللي شافت التخريط ده مستوى الهرمونات بتاعت السعادة في أدمغتنا زادت أنا مش عارف يعني أنت يعني اخترت أي طبق من الأطباق دي بالصناعة الكشري يعني بصراحة لا كان فيه شاورمة جبارة جدا وكان بيتغزل فيها فيه أكلات بتحسس الناس أو بتحسس الإنسان بحالة نفسية يعني كويسة جدا أشهرها الشيكولاتة خاصة الدارك تشوكليت الشوكولاتة الدارك دي بتزود مادة في المخ اسمها سيروتونن اللي هي معروفة يعني بين الناس ويسمى هرمون السعادة علشان كده لما يكون خاصة الستات لما تكون متضايقة ودي نصيحة للرجالة لما تكون مراتك هتلها يعني ايه كمية كبيرة من الشوكولاتة خاصة الدارك تشوكليت وادهالها فده بيحسس الإنسان بسعادة يعني هائلة وبيغير الموت بتاعه والحالة النفسية بتاعته للأحسن في فرع دلوقتي في علم النفس اسمه psychology of eating علم نفس الأكل وده نشأ من مجموعة ملاحظات بسيطة جدا منها ان الناس بتاكل أكتر لما يكونوا مع بعض لما يكون مجموعة فأكل أكتر من أنا كون لوحدي منها ان احنا بأكلنا بدأ يتأثر مؤخرا ببعض الإعلانات عن الأكل وشكل الباكيج بتاعت الأكل والإضاءة اللي في المكان اللي أنا بأكل فيه وبعض الحاجات اللي بدأت تأثر على نفسنا وعلى شهيتنا وعلى طريقة أكلنا من خلال بعض العوامل الجديدة حوالك بتتكلم عن يعني لو الست زعلانة مثلا شوكولاتة على طول بعض الستات اللي قولك شوكولاتة يعني عايزة موزة بان والله لو هو ده اللي بيبسطها ماشي ومال العلم بيقول ان الشوكولاتة بتزود نسبة السريطونن أو هرمون السعادة في المخ طيب يبقى لها وقع يعني كويس جدا طيب سؤال برضو في هذا النطاق هل في أمراض نفسية معينة مرتبطة بالأكل ده سؤال مهم جدا احنا عندنا في الطب النفسي فيه فصل كده أو باب كبير جدا اسمه eating disorders أمراض الأكل ده تابع الأمراض النفسية وفيه أمراض شهيرة قوي منهم مرضين يعني معروفين قوي يخصوا الجانب النفسي لأمراض الأكل مرض اسمه anorexia nervosa أو فقدان الشهية العصبي أو العصابي وده بيبقى حد غالبا بتبقى واحدة بيبقى وزنها قليل جدا جسمها رفيع قوي بس هي استقبالها لجسمها إن جسمها تخين ودي يعني حاجة ملفتة للنظر إن إحنا ممكن يكون جسمنا أو شكلنا ليه وزن وشكل معين بس استقبال ليه يختلف عن الواقع عن الحقيقة فالبنت دي بيبقى رفاعة جدا لكنها شايفة نفسها تخينة ووزنها زيادة توقف قدام البداية تقول إيه ده أنا وزن زيادة كده ليه وبالتالي تفقد الشهية وترفض وما بقاش عندها رغبة إنها تاكل علشان يعني متصورة إن الأكل ده هيزود وزنها اللي هو أساسا نقص جدا ومحتاج يزيد ده أحد أمراض الأكل في مرة تاني بيبقى العكس بيبقى حد بيأكل كتير وبيأكل بشكل بيسموه بوليميا نفوزة أو النهم الأكل العصبي بيأكل كتير وواحدة بلده هو أمراض الأكل للأسف معظمها بتبقى موجودة بتبقى موجودة في الستات أكتر من الرجال فبتبقى واحدة بتاكل كتير وفي نفس الوقت مش عايزة وزنها يزيد فتعمل إيه؟ بعد ما تاكل ترجع نفسها يعني تاكل وتاكل كمية جبيرة جدا بتبقى في نهم نهم للأكل وبعد ما تاكل مش عايزة الوزن يزيد فتعمل إيه؟ في بعضهم يرجع نفسهم في بعضهم ياخد أدوية اللي هي تعمل إسهال أو أدوية مضرة للبول عشان تتخلص من هذه الكمية الزيادة من الأكل علشان الوزن ما يزيدش فدول المشكلين شهيرين جدا عن أمراض الأكل وكانت الأميرة الديانة الأميرة الرحيلة الديانة كان عندها هذه البوليميا كانت مشهورة بكده كان عندها مشكلة في خصة الأكل وعلاقتها بالأكل طب هل فيه يعني الأمراض ديان عند مهن معينة مثلا الرقصات البالي مثلا عارضات الأزياء المزيعات سؤال زر جدا الناس اللي معرضين للظهور بيبع لهم ضغط نفسي إن أنا مطلوب مني أكون في هذا الشكل من الجسم جسمي يكون فت يكون جسمي كذا ووزني كذا فده بيمثل ضغط نفسي شديد المزعين والممثلين وأكتر مهنة بيكون فيه ضغط نفسي علشان موضوع الأكل والوزن والجسم المودلز العرضات الأزياء ده احنا بنشوف أحيانا ما تجيبولنا لو عندنا صور يا جماعة آآ آآ ياريت بعضهم بيبع عنده مشكلة مشكلة علاقته بجسم وعلاقته بوزنه يعني زي ما احنا شايفين كده تقريبا 62% من المودلز بيتطلب منهم يقلل وزنهم رغم من وزنهم طبيعي 54% من المودلز بيتقلهم انتوا لو وزنكم ما قلش انتوا هتترفضوا من الشغلانة بأصدق بيبع فيه ضغط نفسي رهيب وشديد قد يصيبهم أحيانا زي ما احنا شايفين كده بأمراض يعني أمراض الأكل ان خلاص بقى تفقد الشهية للأكل وترفض الأكل علشان ده بيهدد مهنتها ويهدد ظهورها قدام الناس فدي المهن اللي فيها شخص معادل للظهور تمثل ضغط نفسي شديد جدا فيما يخص الأكل وبيروحوا للأطباء نفسيين وبعضهم بيروحوا وبعضهم لا يعني دول خلق هي عايزة كده فهي مش عايزة تعالج من ده لو تعالجت من ده ممكن تفقد مهنتها فخلاص هي تفضل كده طيب فيه أمراض يعني تانية مرتبطة بالأكل زي مثلا الاكتئاب اه احنا قلنا ان الاكتئاب من ضمن الأعراض الشهيرة بتاع الاكتئاب بتغير فيه الشهية قد يكون تغير بالنقصان او بالزيادة يعني حد نفسه تتسدى عن الاكل كجوز من ان هو نفسه مسدود عن كل حاجة نفسه مسدود عن الحياة وعن الشغل وعن الناس وكمان عن الاكل او العكس ان الشهية تبقى مفتوحة زيادة عن لزوم ويبقى فيه اكل زيادة فيه امراض اخرى زي التوتر والقلق برضو بيؤثروا على الاكل فيه مرض يعني لطيف شوية او يعني نسهت اول ما يسمعوها يستغربوا بنسميه night eating disorder اللي هو ناس تصحى بالليل لتأكل تأكل ويأكلوا اكل يبقى فيه شره او نهم كتير جدا وبعدين يبقى عندهم احيانا بعض المشاكل في النوم ويحسوا بالزنب بعد كده انا هم كلهم فيه حاجة اسمها البنج ايتنج او شره الاكل اللي هو نوبات بقى حد يجي له نوبة يأكل اكل كتير جدا جدا وبعد هزيه النوبة يقعد يندم ويحس بالزنب انا ليه عملت كده ليه وده بيبقى ناس وزنهم بيبقى زيادة ومش لازم بقى حكاية تيرجعوا الاكل او كده دول وزنهم بيزيد وفيه شكل نوبات من الاكل الزيادة طيب خلينا دكتور قبل ما نكمل احنا طبعا كان عندنا سؤال على موقعنا على صبحتنا على الفيسبوك كم مرة عملت دايت وباز خلينا نشوف بعض الاجابات ما جربتش اعمل دايت الحقيقة وزني مناسب مع طولي ودايما متنكدة فمش بدخن اصلا متنكدة حد تاني برضو يقولك الحمد لله باكل وما بدخنش جميل كم مرة عملت دايت وباز يا دا كتير بس قررت في الاخر ان اي حد يقول لي اعملي رجيم قاسي رد الوحيد مش عاوز اعمله والرد دا جايبا من كتاب لا بتعمل فلمينكو اللي طبعا مؤلف الدكتور محمد طه والله يوم قررة ان انا هعمل رجيم اعمل بتاع السعرات الحالية وبس لانه ريحني انا ووقت ما انا قرر لان اللي وصل للعقدة ديا تركيز اهلي معايا من وانا صغير اعم بعض الاهالي بيدغطوا على اولادهم فيما يخص موضوع الوزن والاكل اعم انا اتذكر احدى المريضات كانت بتقول لي احنا كل اوضف بيتنا فيها ميزان اعم وتتوزن بقى كل شوي اعم علشان الاهل طلبين منها انها تفضل في هذا الوزن وهذا الشكل مهووسين بوزن معين وشكل معين وفي اسطورة كده اسمها الشكل المسالي للجسم فيش حاء يسمها الشكل المسالي للجسم حيسمها جسم المسالي فيه حيسمها جسم صحي مش جسم المثال مش التسعين ستين تسعين اللي هو ايه اللي هي مأسات يعني يعني دي قد تكون سجن بالنسبة لبعض الناس انا يهمني ان جسمي يكون صحي ما يكونش مثالي طبعا علشان ما تعرضش لامراض جسمانية ونفسية وكذا طب اللي هي المشاهدة اللي كتبت التعليق لها بتقول ان انا تأثرت بكتاب لها بطعم الفيلمات لان هو فيه جزء بيتكلم عن علاقتنا بوزننا وبجسمنا وان قد ايه ممكن يكون فيه ضغوط خارجية علينا علشان يبقى لنا شكل معين قد يكون مش صحي قد يكون رغبة من الاهل او رغبة من السوشيال ميديا او رغبة من المجتمع او كذا ويكون حاجة مش صحية طيب كم مرة عملت دايت وباز انا مش تخينة خالص بس في حد في مصر في حد مصر ان تخينة ولازم اخس لحد ما اتخنت شوية فعلا ولما عملت دايت اكتشفت انه صعب جدا رغم اني لما كنت احب اخس قبل كده كنت بنزل بمنتهى السهولة انا الحمد لله كنت بعمل بعمل وبيفشل بيفشل لكن المرة دي نجح وانزلت 14 كيلو بس لسه فاضل كتير انزله وكل الحكاية رياضة مستمرة كل يوم وضبط اكل الموضوع محتاج كمان صبر وان شاء الله بالتوفيق كتير وفي ساعات باكل من غير ادراك وبجوع وما فيش احساس بالشبع او بعد كده باندى مع العك اللي انا عملت وزي محرارة الكويت دا احنا لسه وصفين احنا حد بيأكل كتير وبيبقى حتى احيانا بيبقى مش جعان بس هو بيملى حاجة تاني يعني انا نتكلم عنها في وقتها فبيأكل كتير وبعد شوية يحس بالندم والذنب انا عملت في نفسي كده لي نوبات فضيع من الاكل وانا مش جعان طيب فيه كمان سؤال ليه شخص مكتئب بيأكل وليه شخص عنده نفس الحالة من الاكتئاب بيمتنع عمل اكل هو هو فيه حاجة اسمها معنى الاكل يعني هو الاكل بيمثلي فبعض الاشخاص المكتئبين بيبقى عنده جذء من او جزء مهم من اعراضه ان هو نفسه مسدودة عن الحياة نفسه مسدودة عن كل حاجة يعني ولا عايز يشتغل ولا عايز يقابل ناس ولا عايز يأكل ولا عايز يشرب ولا عايز ينام نفسه مسدودة عن كل حاجة فده بيبقى جزء من علاقته بالحياة السيئة اللي نفسه مزدود عن الحياة فنفسه بتتسدى عن الأكل وبعض المكتئبين الآخرين بيبقى جزء يعني أصيل من اكتئابهم إن فيه احتياج عاطفي يعني احتياج إنه محتاج يتحب محتاج يتقبل محتاج حد يهتم بيه ومش ومفيش حاجة تشبع هذا الاحتياج مفيش بني أدنين يشبعه هذا الاحتياج فيملى الفراغ اللي موجود جواه زي يملى بالأكل يعني احنا مش لاقي حد يقدم له مشاعر طيبة هو محتاجها عشان اكتئاب ويتحسن فيعمل ايه؟ فيملى بالمتاح المتاح هو الأكل خلاص يبقى يأكل علشان يهدي شوية من الخناءات الداخلية والاحتياجات النفسية الفضيعة اللي ممكن تكون جواهة يعني ده شكل من أشكال يعني إشباع الذات إشباع نفسي التعويض بالضبط بالضبط تعويض نفسي بس عن طريق الأكل فيه ناس بتعوض عن طريق حاجات تانية الرياضة إنه مثلا إنه يحاول يكلم حد يخلق مع حد يشتغل يعمل اي حاجة وفيه ناس مش لاقي يعني هذا المتنفس فخلاص اللي موجود والمتاحة والأكل فايبقى الأكل والتاني اللي بيمتنى عن الأكل اللي بيمتنى عن الأكل ده نفسه مسدودة عن الحياة عن كل حاجة جزء منه الأكل جزء منه الشكل جزء منه الناس كل اللي علاقته بالحياة وكأنه بيعلن اعتراضه كده يعني اعتراضه على كل شيء متضمنا للأكل أنا مش هياكل أنا علاقتي بالحياة سيئة والأكل جزء من علاقتنا بالحياة وبالتالي فخلاص أنا همتنى عن الحياة فهمتنى عن الأكل طيب بمناسبة هذا الموضوع احنا برضو يعني نزلنا الشارع وسألنا الناس لما بتكتأب بتأكل أكتر ولا ما بيكونش لك نفس للأكل خلاص نشوف ونسمع الإجابات ما بتكتأب بتأكل كتير ولا مش بيكون لك نفس الأكل لا والله أنا لازم أبقى مبسوط عشان يأكل لو مكتأب ما كلش في حد مكتابه يأكل في أي وقت عادي يأكل يعني فرحانة مكتأبة أي حاجة يأكل عادي قبل عطيب المراتي قاعدة قدامي بيضيبتح نفسي على الأكل دايماً في الشعب المشروع كله أما بيتضايق بيطلع حمه في الأكل لما بكتأب ما باكلش كتير بس بتجنب كل حاجة بقى ممكن نقعد لوحدي في مكان لوحدي بقى فيه دو لما بكتأب مش بيكل بس بحب بناي بس لما بكتأب مش ببلاي نفسي أكل خالص بعايد بنا أكل كتير وبسي بنا كل حاجة فيها أكل نحن نزلنا وردنا أكل بس أصلا إجابات لطيفة ومعبرة يعني وفيه كل الإجابات يعني ناس تكتأب أو تتدايق تأكلوا ناس بس فيه واحد دبلوماسي دبلوماسية لك مراتي قدامي فتبتح نفسي يعني الله وعلن بنيته بقى هي أكيد اتبسط هي أكيد اتبسط جدا بس أنا فهم طيب برضو فيه يعني مشاهدة ومواطنة بتقول إنه فرحانة بأكل مكتئبة بأكل ده دي برضو ما تطرقناش يعني أحيانا بتبقى نفسها مسدودة عن الحياة والناس والأكل والشرب وأحيانا بتبقى الاحتياجاتها النفسية ملحة جدا أكتر من انسداد النفس عن الحياة وكذا فبتبقى عايزة تشبع زي الاحتياجات النفسية لكن واضح إنه فيه من خلال الإجابات إنه يعني إجماع كده على إنه ممكن الاكتئاب أو القلق بيزود بيزود الشهية عند بعض الناس هو برضو إحنا مهم من فرق ما بين الاكتئاب والديق يعني هو الاكتئاب ده مرض نفسي ليه خصائص معينة ومدة معينة لكن لما حد يبقى متدايق أو زعلان أو حزين ده مش معناه إنه هو عنده اكتئاب مرض الاكتئاب لكن ممكن أنا حد يبقى زعلان أو متدايق أو حزين وزي ما حد قالك يفش همه أو يطلع غضبه أو انتقامه في صورة الأكل لأن الأكل ليه معاني علاقتنا بالأكل ليها معاني كتير طيب نرجع للسؤال بتاعنا برضو كم مرة عملت دايت وباز مرة عملت دايت من كم سنة كده وأنجزت وحققت هدفي وفرحت جدا وعدها بكم سنة تخنت تاني مش عارفة ألتزم خالص أنا دايت دا فعلا أكتر حاجة حسستني بالفشل أنا بعمل دايت من وانا عندي عشر سنين ودلوقتي عندي 38 سنة وكنت خس بالعشرين كيلو وحس أني فراشة وأرجع أتخانهم زي الفيل تاني وقدين عملت عملية تخسيس وخسيت 45 كيلو وبعد عشر سنين رجعت الوزن تاني دلوقتي أقصى دايت ممكن بكمل يومين أو أسبوع أنا دكتورة وبمتحن دكتوراه وعندي ثلاث أولاد الحمد لله عزمتي قوية جدا آخر مرة كان يوم الجمعة الصبح ومفترتش بس بس آخر اليوم كنت هموت فبقوصت تاني لا واضح العزمة قوية أنا عملت كذا مرة دايت وبعدين زهقت وقررت هاكل كل حاجة بكميات بسيطة بس ألعب رياضة كل يوم دا كويس دا الحقيقة جربت كتير بس لما وصلت لإني أحب جسمي الأول الوضع اختلف أبدا أتكلمه وأقوله أني أحبه وأحترم كل ملي فيه أعتقد أنه ساعتها بس بدأت خسدية طبعا سمعت كلامنا دا مهم جدا دا مهم جدا لما أفكر لما حضرتك عملنا حلقة عن العلاقة مع الجسد علاقتنا بجسمنا صحيح يعني لازم نتواصل مع جسمنا صحيح نتفكرنا كده بشوية حاجات من الحاجات دي قد إيه أنا يعني الرسالة الأخيرة دي بتقول لنا قد إيه علاقتي بجسمي بتفرق في شكلي وفي حكاية الضيت هينجح ولا هيفشل يعني أي حد يدخل برنامج دايت وهو كاره جسمه وهو كاره وزنه الحالي مهما كانت كتير أو قليل أو كذا فبرنامج دا سيفشل فشلا زي يعني إن شاء الله يتعامل زي ما قالت كده بتعملت كذا مرة بس لما علاقتي بجسمي تتحسن أي برنامج دايت أو رجيم أو كذا هيبقى فرص نجاحه أكتر من أن أنا بعمل دا وأنا كاره جسمي وزي ما قلنا قبل كده أنا لو علاقتي بجسمي سيئة دا يطلع مني أمراض جسمانية وأمراض نفسية في شكل أعراض جسمانية الناس اللي بيجي لها قولون عصبي وصداع ملهوش علاج ومش عارف وقلم في المفاصل وقلم في الضق ونقعد نعمل أشعات وتحاليل وما نراقيش لها أي سبب عضوي بيكون أوقات كتير قوي دا معنا أن علاقتي بجسمي أصلا علاقة سيئة طيب في مصطلح كده يعني سمعته في الفترة الأخيرة اسمه الأكل العاطفي هو دا بالضبط اللي احنا يعني تكلمنا باختصار عنه أن أحيانا الأكل ما بيكونش فقط لسد جوع جسدي ولكن جوع نفسي ولكنه لسد جوع عاطفي أو لسد جوع نفسي وده يأكد لنا على أن في حاجة اسمها معنى الأكل مش بس طعم الأكل ونكهة الأكل لا هو في حاجة اسمها معنى الأكل هو الأكل بيمثل ليه إيه ففي بعض الناس اللي عندها احتياج عاطفي أو احتياج نفسي شديد جدا وما فيش مصدر يشبع هذا الاحتياج حد حس بالوحدة حد طالع من صدمة عاطفية حد يعني فيه ضغوط نفسية أو ضغوط عاطفية عليه ومحتاج حب محتاج اهتمام محتاج قبول غير مشروط محتاج احتياجات نفسية بسيطة جدا وما فيش مصدر يقدم ليه هذه الاحتياجات ويشبعها حتى كلمة يشبعها هي أساسا كلمة جاي من الشبع فما فيش حاجة تشبع هذه الاحتياجات النفسية طب إيه المتاح؟ ما فيش متاح بني أدمين متاح أكل خلص يبقى نستبدل البني أدمين بما يمكن أن هم يدوه من حب واهتمام وكذا بالأكل لأنه هو ده المتاح ويحصل حكاية الاموشنا هو بياكل أو بتاكل علشان تسد فراغ وجوع عاطفي أو نفسي شديد جوا أو جواها عن طريق الأكل ودي حاجة تورينا قدي إحنا غلابة ويعني مش لقيين احتياجات نسدها عن طريق الناس فبنسدها عن طريق الأكل وأحيانا بيكون من معاني الأكل الغضب يعني في بعض الناس لما يكون غضبان يأكل وكأنه بيطلع بدل ما يطلع غضبه ده ويوجهه البطرة وبيوجهه ناحية نفسه فبيأكل كتير كأنه بيأذي نفسه بعض الناس لما تحس بالذنب تأكل ويكون الوزن الزيادة يكون أحد معانيه إن ده غضب متخزن أو إحساس بالذنب متخزن أو انتقام من حد وأنا مش عارف أوجهه ناحية أصحابه فكأني بوجهه ناحية نفسي فقد إيه في معاني كتير للأكل والعلاقتنا بالأكل وده أحد تفسيرات للأكل العاطفي أو الإيموشن تحصل أكثر عند الستات لو حضرك يعني ملاحظ معايا إنه معظم الرسائل اللي احنا بنقراها صدرة أو جايلنا من سيدات أو أنسات ده له يعني دلالة يعني مشاكل الأكل أو أمراض الأكل النفسية بتبقى موجودة عند الستات أكثر من الرجال يعني تقريبا التلتين نسبة التلتين إلى التلت يعني أمراض الأكل موجودة بنسبة يعني التلتين أو فيما يعدي حاجة وستين في المية ستات والأقل النسبة الأقل حاجة وثلتين في المية رجال علشان الستات بيبقى عليهم ضغط نفسي ومجتمعي شديد جدا ناحية جسمهم ووزنهم طب الكلام ده عبر العصور عندنا ولا لا في العالم كله وعبر الثقافات والعصور كلها دايما كده يسجنوا الست في شكل معين ووزن معين ويقولوا خلي بالك هو ده البرفكت بودي بس السجن ده أو البرفكت بودي بيتغير من الحق برغير الله ينور عليك يعني اللي يبص اللوحات بتاعة الفنانين في القرون الـ 15 و 16 بيبقوا ستات كده يعني مربربين بيبقوا مليانين شوية كده وهو ده كان حتى زبانت في الجهلية كان في بعض الأشعار بتوصف الستات اللي هما المربربين اللي بشكل ده علشان كان هو ده ساعتها هما قرروا المجتمع قرر بشكل ما أنه هو ده الشكل المثالي للست فستة تتسجن في هذا الشكل دلوقتي بقى فيه شكل المثالي بقى أنها تكون رفيعة و سمباتيك والعودة الفرنساوي والعودة مش عارف ايه فتتسجن هي كمان في ده وتصدقوا ويبقى عليها ضغط يعني نفسي شديد جدا من اللي حواليها و أهلها و جزها و المجتمع و شان أن أنت لازم تبقي كده ولو ما بقتيش كده يبقى فيه مشكلة فتصاب أمراض يعني نفسيها تتسد نفسيها تتفتح بزيادة يما عايزة و كانها عايزة تنتقم منهم فنفسيها تتفتح بزيادة أو هي مش عايزة وزنها و جسمها يزيد فنفسيها تتسد وتصبأ أمراض الأكل و تدفع هي التمن واللي حواليها بيدفعوا التمن مباردو صحيح طيب نواصل رحلتنا مع يعني ذكريات اللي دايت ما بحبش الفكرة بس بحب فكرة فكرة عادة بسيطة مداها طويل رغم أنها عايزة أصبر بس مريحاني شخصيتي ما عرفش ألتزم بدايت معين أزود أكل صحي أكل خضار أكتر أهل للسكر أهل للزيوت ملح لكن دايت صراحة لا دا رافض حكاية الدايت يا ما بعدش يا جيمي بعمل يوم دايت وفت عشر أيام مع العلم أني مش أكيلة قوي وحاليا عاملة دايت وبدع ربنا أن أنا أصمد والله عشان فعليا أنا زهقت واضح أن أزهقت فعلا كنت كتير يعني دايت وبوزه وبعدين مواقف كتير أثرت فيها وقاومت ونجحت بس أصبح باقي جزء أرغب بفقدانه ولا أستطيع كم مرة عملت دايت وبوز ست مرات في تلات سنين تقريبا أو أربعة هي أول مرة بس اللي كانت الدنيا حلوة وخسيت فيها والباقي فشلت الحمد لله ويبقى الأمل أنا مقتنع عن دايت أسلوب حياة في حياتي كلها أنا بأكل كل اللي نفسي فيه بس هارفع مش هارفع هارفع بأكل إيه إمتى وبكمية ستين قد إيه هارفع يعني أبقى رفيعي جميل أنا عملت كل شيء دايت ونزلت ورجعت وعملت تكميم وزدت سبع كيلو عايزة أنزلتاني مش قادرة لأنه سن كبير فوق ستين وبحاول صعب طيب يعني تجارب مختلفة يعني منها يعني سيدات أو أنسات صغيرين في السن ومنها أيضا الرسالة الأخيرة من سيدة في الستين وبعضهم عمل دايت و بوز طيب في أسباب نفسية يعني بتسبب أن برامج الضايت أو التجارب اللي احنا اسمعنا عنها بتبوز أكيد أكيد دي حاجة مهمة جدا جدا أولها هو علاقة بجسم لو أنا و أنا داخل بلنامج الضايت وأنا كاره جسمي فبلنامج الضايت دا هي في الشكل يعني أنا مهم أن أنا أبقى قابل جسمي كما هو الأول علشان أعرف أغيره لكن لو في خناقة بيني وبين جسمي فأنا هطلع من الخناقة دي خسران فأدخل بلنامج الضايت وأنا حابب جسمي وقابله علشان يعرف عشان يعرف يطوعني مهم أن أنا علاقتي كأنه واحد صحبي علاقتي بي تبقى طيبة علشان يتغير للأحسن فعلشان جسمي يطوعني مهم أن أنا أكون بحبه وقابله كما هو قبل ما أدخل بأي بلنامج دا رقم واحد رقم اثنين لو أسباب زيادة الوزن أو اضطراب الوزن أسباب نفسية فمهم أن الأسباب النفسية هي اللي تتعالج مش بس أننا أدخل بلنامج دايت لأننا أدخل بلنامج دايت والأسباب ما زالت موجودة حد عنده حكاية الاموشنال إيتنج دا أو الأكل العطف طيب دا هيدخل بلنامج دايت وما زال السبب موجود يعني ما زال هو عنده مشاكل نفسية حد عنده اكتئاب أو عنده أو عنده مرض من أمراض الأكل اللي قلنا عليها هو دا مش حلو أنه هو يدخل بلنامج دايت وده حلو رقم واحد أنه عالج الاضطراب النفسي اللي عنده هو دا الأصل وهو دا السبب عشان كده ناس كتير تدخل بلنامج دايت وما تفشل لأن السبب مش جسماني السبب أساسا نفسي مهم أنه عند أي دكتور بتاع تغذية أو بيعمل ضايت أن أي حد رايح له يعمل ضايت يشوف هو سبب زيادة الوزن سبب يعني في الهرمونات ولا حاجة جسمانية ولا سبب نفسي نرجع للأسباب النفسية ونعالجها في بعض الناس اللي بتعمل عمليات تكميم المعدة أو تغيير مصارر المعدة أو كذا بيحصل لهم بعد العملية دي اكتئاب رغم أن هي بتبقى رايحة وعايزة تتخس يحصل لها اكتئاب علشان السبب النفسي مرحش هي كانت بتاكل علشان تملى فراغ عطفي روحت أنا عملت إيه أنا قفلت السكة قداما ما بقيتش تاكل طب الفراغ ده فضل موجود أنا ما حطتش بديل للأكل قبل ما سد السكة وقفل ودبس المعنى أنا ما حطتش بديل يملى هذا الفراغ العطفي فبعد ما تحصل العملية يحصل لها اكتئاب طب الأكل هو اللي كان بيعالج الاكتئاب فأنا دلوقتي حشت الأكل طب وبعدين نعلك الاكتئاب ازاي فمهم أن أنا دايما أبص للجانب النفسي من الحكاية يعني سيداتي أنيساتي لازم قبل ما تروح لدكتور الدايت تروح لدكتور نفساني أو دكتور الدايت يبقى يعني ما يقررش أنه يعمل برنامج دايت أو يعمل عملية أو كذا إلا يعني بالتعاون أو مع استشارة طبيب نفسي طبيب نفسي طيب أزلنا عرف فأعلاقة الأطفال بالأكل أنا في الفترة الأقيرة لاحظت أن ابني عنده سنتين مشغيع دا طعم الملوخية وطول اليوم هو يعني نص حياته بره ونص أنا يعني أول مرة يدوق ملوخية هنا فعمالي إيه يسرق بقى ملوخية ملوخية وبيقولها بالعربية فإيه علاقة الأطفال بالأكل لا علاقة الأطفال بالأكل بلده علاقة مسيرة لاهتمام جدا يعني أحيانا الأكل بالنسبة للأطفال بيبقى حاجة ريواردنج حاجة وكأنها مكافأة يعني بيتبسط لما يأكل والأب والأم بيقدموا له الأكل بشكل لطيف وكذا فبيحس أن فيه حاجة بتبسطه وبتكافؤه بس الملاحظ واللي هتلاقي كتير من المشاهدين عايزين يعرفه ويسألوا عنه أن ليه بعض الأطفال بيقرروا أنهما ما يأكلوش أو أن نفسهم تتسدى تتسدى عن الأكل ففي شوية أسباب كده نفسها بسيطة مهمة نعرفها علشان نتجنب الحكاية دي أولها أن الطفل يضغط عليه عشان يأكل كل 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 لازم تأكل لازم المفروض تأكل مش عارف إيه الضغط ده يخليه ما يأكلش وحيانا خليه يعند فقه ما يأكلش رقم اثنين أنهما يكونش شريك في عملية اختيار الأكل وبنقول كتير قوي لأمهات أولادهم اللي هما يقداروا ياخدوهم معاهم السوبر ماركت أو المكان اللي هشتيره أو السوء أو كذا يختار معاها الأكل ويبقى معاها في المطبخ وهي بتحضر وتطلب منه ويجهز للطباق يحس أنه شريك في عملية الأكل ما يفرضش عليها ما يبقاش حاجة مفروضة عليه أولا الأكل يبقى متكرر أنا بأكله نفس الأكل كل يوم كل يوم فهيجي في وقت من أولاده يقول لأ أبقى أنا يعني لغاية كده لأ أولا هو طبعا ما يبقاش جعان وأحيانا الأمهات الطيبات المصريات بيحبوا يزغطوا أولادهم بزياد حتى هفتان 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 يا حبيبي وكل وهو جعان خلاص مش قادر فهو مش محتاج يأكل والحاجة الأخيرة ودي أحيانا بتلغبط أو الستات بيعملوها بشكل هم فهمين عكسه اللي هو إيه يقعدوا الطفل قدام التلفزيون أو قدام شاشة التابلت أو كده ويقول لك أنا وكله هو مش واخد باله عشان يأكل طيب هو أحيانا دي يعني أحيانا بيأكل أحيانا كتير ما بيأكلش لأنه مش مركز وحتى لو كل هو كده بيخسر وإنت بتخساري بيخسر إيه بقى بيخسر طعم الأكل هو كده بيفقد إعلاقته بالأكل هو مركز مع التلفزيون أو مع البرنامج أو مع الكرتون أو كذا بس المهمة وأنا بيأكل إنه نستطعم الأكل ده جزء من العلاقة بالأكل لطعمه ده في بعض التمرينات بتاعت حاجة اسمها الماين في الناس أو تمارين الوعي واليقظة يخلوا الناس يقول له يعني دوق وخد وقتك في أن أنت تمضخ وخد وقتك في أن أنت الدوق وخد وقتك في أن أنت تبلع يحس بكل خطوة في الأكل علشان الأكل ده نعمة من نعم ربنا ولزة فأنا كده بخليه يفقد طعم ولزة الأكل في مقابل أن أنا عايز أوكله خلاص فدي حاجة يعني لا ننصح بها بعض الأطفال الرضع بقى اللي هو قبل حتى ما يبقى فيه أكل بيعملوا حاجة اسمها اضراب عن الرضاع وبتبقى حاجة مش مفهومة ومؤلمة جدا جدا الطفل ده يعني بيبقى وصلوا والحكاية ده مهمة نعرفها بيبقى وصلوا من أمه رسالة نفسية مش لازم بالكلام خالص رسالة نفسية سيئة إنها متضايقة منه إنها رفضاة إنها مش حباة يعني الحب اللي هو غير مشروط والقبول الغير مشروط إنها مش مهتمة به بتوصلوا رسالة كده سلبية من أمه فيعمل ايه طب والله ما أنا ما أنا راضق بيبقى قرار نفسي يعني ورد فعلا نفسي وشهير جدا وبيحصل كتير جدا والستات ما بيقوش فاهمين فحلوا إن أنا أقدم لهذا الطفل مع اللبن أقدم له حب واهتمام وقبول ودحكة وحضن ودفى ده ده يتحط يعني يتقدم نفسيا مع اللبن والحكاية مش في الرضعة إنها بتقدم لبن لا خالص بقى اللبن سهل وموجود في كل حت وأنا بقدم ايه مع اللبن أنا بقدم ايه مع الرضعة بقدم حب واهتمام وقبول ولا زهق وغضب ورسال سلبية كميل جدا طيب الأمراض المرتبطة بالأكل هل بتظهر في فترات عمرية معينة؟ آه طبعا طبعا ده سؤال جميل هي بتظهر في الفترات اللي احنا بنكون مهتمين فيها بشكلنا أكتر اللي هي فترة المراق دايما الناس الشباب والشابات فترة المراق بيكونوا مهتمين بمظهرهم بيوقف قدامهم بلايه كتير ويبقوا مهتمين بمظهرهم قدام الجنس الآخر فيبقى مهتمة قوي بقى بحكاية جسمي وشكلي ووزني واكل إيه وماكلش إيه فدي أكتر فترة بيظهر فيها أمراض الأكل لو حد بقى ما يكلش ونفسه تتصدق أو حد يأكل كتير أو الحاجات اللي بالشكل زيادة الوزن ليها دلالة نفسية مش بشكل عام آه هو كمان يعني قبل ما يكون لها دلالة نفسية هي لها أثار نفسية ومن أهم الأثار النفسية بتاعت زيادة الوزن أو السمنة إنها ممكن تسبب اكتئاب 55% من الناس اللي عندهم سمنة معرضين للاكتئاب 55% الناس اللي عندهم سمنة معرضين بنسبة 55% عن غيرهم إنهم يجي لهم اكتئاب هل في دلالة نفسية أو معنى نفسي للسمنة آه طبعا بس بشرط إن ما تكونش السمنة دي سببها جسماني أو تغير في الهرمونات أو الطرف في الغدد أو كذا وزي ما قلنا بقى إن حد بياكل علشان عنده النهم الأكل العصبي ده أحد أمراض الأكل أو الشره العاطفي أو الشره الأكل في نوبات أو كذا كل دي ممكن تكون دلالات ومعاني وأمراض نفسية في صورة الأكل إلى جانب الأثار النفسية اللي قلت الحاضر من المسببات لظهور أمراض الأكل يعني السوشال ميديا آه ده مسبب حديث لبعض أمراض الأكل كتير جدا من اللي بيحصل على السوشال ميديا بيأثر على علاقة الواحد واستقباله الجسم آه يعني مثلا فيه في أحد شركات التجميل عملت بحث أو عملت دراسة معينة علشان تشوف علاقة الناس واستقبالها الجسمها وشكلها فليه أنه 80% من الناس شايفين أن كل ست فيها حاجة جميلة 80% من البشر أربعة في المية من الستات مصدقين أن هم جمال تصور الرقم كم؟ أربعة في المية بس؟ بس رقم مفزق طبعا أربعة في المية من الستات مصدقين أن هم جمال مع أن كل ست تقريبا فيها حاجة جميلة بس شوف قد إيه استقبالنا لجسمنا وشكلنا ممكن يبقى غير الحقيقة أو غير الواقع من ضمن بقى عشان حكاية السوشال ميديا ثبت علميا أن الانستاجرام هو أسوأ وسيلة تواصل اجتماعي تؤثر على الصحة النفسية ليه؟ أنه بيعتمد على الصور لأنه بيعتمد على الصور طيب وبيفتح باب المقارنة طب أنا بقى شكل عامل إزاي بالنسبة للصور دي طب أنا مستويه الاجتماعي عامل إزاي بالنسبة للصور دي طب ده مش عارف دي بتتصور كل يوم في الجيم وده بيتصور كل يوم مش عارف وهو فين وده جسم عامل إزاي وده جسمها عامل إزاي بيفتح باب المقارنة ويخلي استقبال الجسمي والشكلي يبقى سيء ويبقى مشوه فيصيب بعض الناس بمشاكل نفسية ومشاكل في الأكل ومشاكل في الوزن ومشاكل في الجسم ومشاكل كتير جدا نسميها متلازمة إنستجرام متلازمة إنستجرام ممكن نعمل حق براءة الاختراع بس هو ثبت فعلا أنه هو أسوأ وسيلة تواصل اجتماعي تؤثر على الصحة النفسية هو الإنستجرام علشان هو بيعتمد على الصور والمقارنات وبيعرض حاجات تخلي الناس تقارم بين جسمها وشكلها ومستوها الاجتماعي وكذا والآخرين قبل ما ننهي يعني لو بتنصح الناس وبتنصح السيدات والأنسات بشكل عام وبشكل خاص يعني فيما يتعلق بالأكل بالضايت بالصحة النفسية المرتبطة بهذه الأمضار يعني أنا نصحتي طبعا الدائمة إن إحنا نحب نفسنا نحب جسمنا ونقبله علشان لو حبينا نغيره نعرف نغيره لكن أنا مهما دخلت برامج دايت أو رياضة أو أو وأنا كاره جسمي وأنا كاره نفسي وأنا علاقتي بجسمي سيئة فهي لن تنجح فطول الوقت علاقتي بجسمي وبشكلي تبقى جيدة وقابل نفسي وقابل جسمي وقابل شكلي وحبه كما هو عشان أعرف أغيره عشان يطوعني وأغيره ما تبقاش فيه خناقة بيني وبين جسمي وده في الآخر هيوصلنا للجسم الصحي مش الجسم المثالي اللي كل شوية بيتغير على حسب حاجاتك إحنا عايزين جسم صحي يعني يحمينا من الأمراض الجسمانية والنفسية والأعباء الصحية والفلوس والمصاريف اللي علينا وعلى المستشفيات وعلى الدولة عايزين نوصل للجسم الصحي والوزن والشكل الصحي ويمكن في تاريخ الحديث أمثلة عديدة جدا عن مشاهير يعني ماتوا بسبب مسألة التخسيس مسألة الضايت وبعض المشاهير ماتوا في قوضة العمليات وهما بيعملوا عمليات باسم معدى أو عمليات كذا لا إفراطة ولا تفريد أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه الحلقة الجميلة كالعادة بكتور محمد طه الشيزلونج وإن شاء الله لقاءنا يتجدد الأسبوع المقبل مع حضرتك بإذن الله أشكرك يا بطول عملي بأشكر السلام مشاهدي مشاهدينا بكرة تنتهي حلقة النهاردة من رأي عام نشوفكم بكرة بإذن الله تسبوع ركير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة